السلام عليكم وردامي قناة القرآن فانت إذا انتهت قبل قليل آخر مقابل عن لقاءات ربعوني أي دوري أبطال إفراقية مرحلة الدهاب والشيء اللي لحظناه سقوط جميع الفرق لحتلات صدارة في مرحلة المجموعات باستثناء ممتل الكورات القدم المغربية الويداد الرياضي لتعادل يوم أمس ضد مولودية الجزائر الأهلي المصري يحقق انتصار مهم على ماملودي ساندونز الجنوب إفراقي بهدفين لسفر شباب الوزداد الجزائري يواصل تقديم العروض القوية ويواصل تقديم العروض الخرافية يحقق انتصار على الترجي التونسي بهدفين لسفر أيضا والمفاجأة اللي شفناها اليوم يعني سيمبا التنزاني اللي تحددت عليه في العديد من اللقاءات وقلت على أنني أعتبره الحصان الأسود في مرحلة المجموعات اليوم نهازم ضد كايزر تشيفس الجنوب إفراقي بربعات الأهداف لسفر يمكنني نقول على أن كايزر تشيفس الجنوب إفراقي تقريبا ضمن وبنسبة تقارب 99% الوصول لنصف نيائي دوري أمطال إفراقي في الحلقة اليوم إن شاء الله غادي نتحدثو على كل اللقاء باختصار أنتم أيضا كماو العادة شاركوا معنا في الآراء ديلكم بتعليقات ديلكم بتحليلات ديلكم ونتناقشوا بيننا كماو العادة بشكل ودي إلا عجبتكم الحلقة ما تنسوش دعمونا بلايك بارتاجيو الحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة تجرب قناة دينا فعل جرس نبيات باشوف تقل جديد أول بأول ولي بغا يشتركوا في صفحاتينا على الفيسبوك غا نخلي لكم اللينك في أول تعليق متبت ندخلوا في تفاصيل الحلقة أول شي قبل ما ندخلوا في تحليل اللقاءات بغيت نتحدث على واحد نقطة مهمة جدا وهي عدم تواجد الفار في ربع نيائي دوري أبطال إفراقيا شيء أقل ما يمكن أن يقال عنه ما زال بكل ما تحمل الكلمة من معنى أفضل مصابقة للأندية يعني دوري أبطال إفراقيا وما كانش الفار ويمكن لي نقول على أن لو أن الفار تواجد في لقاءات ربع نيائي كان يمكن له يغير العديد من نتائج اللقاءات يعني شفنا ضربة جيزاء ما تحسباتش شفنا أهداف صحيحة ألغياتش شفنا بطاقة حمراء الحكم ما خرجوهاش العديد من الأشياء تطرح العديد من العلامات استفاهم وتتخلي دائما في كتر القيل والقال علاش الفار ما كينش علاش الفار ما كينش يعني بالرغم لأنه عن الفار قلت على أنه يتواجد في العديد من البطولات إفراقيا ولكن علامات استفاهم كبيرة يمكن لكم تخليوا لي الأراء دي لكم فيما يخص هذه النقطة نتحدث على أول لقاء اللي جمع ما بين شباب بالوزداد الجزائري والترجي التونسي شباب بالوزداد الجزائري أعتبره شخصيا الحصان الأسود للبطولة حتى شي واحد ما كان كيرشح هذا الفاريق فاريق اللي كان في مجموعة صعبة مع ماملودي ساندانزو مازينبي والهيلة السوداني حتى شي واحد ما رشح بالوزداد باش يمر من مرحلة المجموهات ولكن يعني هذا الفاريق خدم على رأسه بين داخل رقعة الملعب على أنه يستحق على أنه يتأهل ربع نيائي واليوم بين على أن التأهل دياله لم يأتي محت الصدفة انتصار مستحق لشباب بالوزداد الجزائري بهدفين لسفر على الترجي التونسي يعني اليوم بالوزداد لعبوا حد طريقة ذكية جدا عرف كيديري خروج بالانتصار المدرب زوران تفوق تكتيكيا تفوق في كل شي على المدرب ترجي التونسي الشعباني يعني لاحظنا على أن شباب بالوزداد في الشوط الأول كان هو الفاريق الأكثر حضورا ماشي في الشوط الأول فقط ولكن في 90 دقيقة كان هو الفاريق الأكثر رغبة والفاريق الأكثر خطورة والفاريق الأكثر حضورا داخل أرضيات الملعب تمكن من تسجيل هدف في الشوط الأول يعني هدف أكثر من رائع والشوط الثاني لاحظنا على أن شباب الوزداد استغل على أن الترجي التونسي ما حاضرش لعبين ديالو تقريبا كانوا خارج التغطية وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني يعني يمكننا نقول على أن انتصار مهم لشباب الوزداد الجزائري الأمور لم تحسن فقط لم تحسن بعد ولكن انتصار كما كان نقوله كيخلي شباب الوزداد يحط قدم في نصف النهائي لقاء القيام بغي يكون لقاء صعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولكن الترجي التونسي خسوين تاصر بثلاث أهداف لسفر إذا ما أراد أن يعبر لنصف النهائي كيخما قلت شباب الوزداد اليوم قدم لقاء كبير وخصوصا اللاعب سعيود تحددت على هذا اللاعب وقلت على أنه يشكل القوة الضاربة في الوزداد لاعب حاضر بالمراوغات دياله بالانسيلالات دياله بالتسديدات دياله صراحة فريق يستحق الإشادة وفريق يستحق الاحترام الترجي التونسي بعدما قدم مستوى جيد في مرحلة المجموعات علامة استفام كبيرة تطرح على أداء الفريق في اللقاء اليوم نمر لللقاء الثاني اللي يجمع ما بين كايزر تيفس الجنوب إفراقي وسيمبا التنزاني كايزر تيفس كما كنقوله تأهل بنسبة 99% للنصف النهائي 4-0 سيمبا التنزاني الكل أو الجميع راح شحض الفريق على أنه يمشي بعيد بحكم المستوى الجيد الذي قدمه في مرحلة المجموعات ولكن لاحظنا اليوم على أن كايزر تيفس تمكن من استغلال الحضور دياله وتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له وانتصار كبير بربعة لسيف تنظر على أن سيمبا التنزاني غادر وبنسبة 99% ربع نيائي الدوري أرطال إفراقيا أخير اللقاء أغاني تحدث عليه في حلقة اليوم اللقاء لجمع ما بين الأهلي المصري وماميلودي سانداونس الجنوب إفراقية أنا شخصيا كنت متحمس كثيرا باش نشوف اللقاء بحكم على أن الأهلي وماميلودي سانداونس كيت تعتبروا من أقوى الفرق الإفراقية وكيت تعتبروا من أقوى المرشحين الأهلي المصري في مرحلة المجموعات لم يظهر بدك المستوى الجيد وهذه المسألة تعتبر طبيعية في السنوات الأخيرة ماميلودي سانداونس تقدم أوراق اعتماده في مرحلة المجموعات ولكن اليوم الأهلي المصري أثبت على أن هذه اللقاءات الكبيرة تربح ولا تلعب يعني صراحة لقاء من حيث المستوى مستوى جد متوسط إقاع يعني منخفض ما كانش فرص كثيرة ولكن الأهلي المصري عرف اليوم من أين تؤكل الكتيف وبالرغم على أن الأهلي المصري ما قدمش لقاء كبير بالرغم على أن الأهلي المصري ما خلقش فرص كثيرة ولكن المهم أو الأهم تحقق هدف لسفل نتيجة أكثر من رائعة للأهلي المصري وغتخليه يلعب لقاء القيام بأريحية ماملودي سانداونس يعني اليوم لم يستغل الفرص التي أتيحت له وبغيت نتحدث على التحكيم أيضا في لقاء اليوم يعني كان على الأقل يعني كان ضربة جزاء واضحة لأهلي المصري في الشوق الأول قلت على أن تواجد الفار كان يمكن له لغير العديد من الأشياء الأهلي المصري خرج ورابح الشوق الأول بهدف لسفل والشوق الثاني تقريبا ولا فرصة تذكر ما كانش فرص كثيرة ولكن الأهلي المصري استغل خطأ كارتي للحارس يعني صراحة ما عرفش الحارس شنو بغير يدير خروج كارتي للحارس استغله المهاجم دي الأهلي المصري صلاح محسن ليسجل الهدف الثاني تقريبا هدف جاء في دقيقة 88 انتصار مهم للأهلي المصري ويمكننا نقول على أن الأهلي المصري بهذه النتيجة يخطو خطوة مهمة للتأهل للنصف النياعي صراحة من نجوم لقاء اليوم اللاعب المغربي بدر بانون اللي قدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة معنا لاعب يشكل القوام في دفاع الأهلي المصري الكاريزما الحضور تنظر على أن بدر بانون يعتبر القائد الأول في دفاع الأهلي المصري وحضوره حضور كما كان يقوله إجباري لحبنا على أن غياب بدر بانون في بعض اللقاءات في البطولة المصرية دفاع الأهلي المصري عانى كثيرا من غياب لاعب الرجاء الرياضي بدر بانون وتنظر على أن بدر بانون قدم أوراق اعتماده ويعتبر قيمة تابتة في الأهلي المصري يعني يمكننا نقول على أن باستثناء نتيجة كايزر تشيفس والسيمبا التنزاني جميع اللقاءات يعني ستبقى مفتوحة على مسرعيها مسرعيها في الأياب كل شيء إن ممكن كرة القدم عودتنا على المفاجآت وتنظر على أن جميع الفرق مطالبة بتوخي الحضر في اللقاء الأياب عموما خليوا لي التوقعات ديلكم وخليوا لي الآراء ديلكم في التعليقات إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تدعمونا بلايك اشتركوا في القناة دينا اشتركوا في الجرسة النبيات بشركتكم الجديد أول كان معكم الرجاء بقناة قراءة فانس سلام الله عليكم اشتركوا في القناة